اشتركوا في القناة وفي بقية المناطق كانت بين 19 و 23 درجة وسجلنا 29 درجة في العاصمة تونس تقصي اليوم بصفة عامة كان احيانا كثيف الصحب وصحب هذه كانت اكثر كثيفة في مناطق الشمال الليلة ان شاء الله الصحب تكون احيانا كثيفة في اغلب مناطق البلاد اللي حتكون جنوبية غربية البحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى الليلة ان شاء الله في المرتفعات الغربية تكون بين 16 و 10 درجات وفي بقية المناطق تكون بين 10 و 14 درجة اما بالنسبة للغضوة ان شاء الله فمن المتوقع شوية تغييرات هامة في حالة الطقس اللي بيش يتميز بوجود صحب احيانا كثيفة في اغلب مناطق البلاد مع نزول امطار تكون مؤقتة رعدية والامطار هذه تكون بكميات محلية هامة في الشمال ايضا تساقط البرد في بعض الاماكن المحدودة الريح تكون جنوبية غربية وتكون قوية قرب السواحل بين 50 و 70 كيلو متر في الساعة اثناء مرور الصحب الرعدية مع وجود دووير رملية محلية في الجنوب البحر يكون شديد الاضطراب وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اليوم الغد ان شاء الله بيش تنخفض بطريقة ملحوظة والطقس يكون بارد غضوة ان شاء الله 16 درجة في قليبيا 14 في كل من نيبل وايضا في تونس 13 درجة في بن زرد زغوين وسليينة 15 برقة 14 في كل من بيجا وجندوبة 12 في الكيف واقل في تيلة في حدود 10 درجات بالنسبة للقيروين 17 درجة في المناطق الساحلية 15 درجة في كل منسوسة والمناستية 16 درجة في المهدية السفيقس وايضا في جزيرة قرقنا وكيما نلاحظوا نزول أمتار في كافة المناطق 14 درجة في سيدي بوزيد 13 في قسرين 14 في قفسة 17 في قابس توزر و17 درجة ايضا بالنسبة لكبلي بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي فغضوة ان شاء الله درجات الحرارة القصوى في جزيرة جربا تكون في حدود 17 درجة 17 ايضا في مدني 16 في تطوين و15 درجة في رميدة بالنسبة للملاحة وصيد البحري فما تنبيه بوجود ريحة قوية الريحة بدأت اليوم تتواصل لمدة 24 ساعة تكون قوة 7 من سولنبوفور ما يعادل تقريبا بين 28 و33 عقدة الريحة تكون موجودة في شرق تونس ثم تدريجيا خليج جيبس وشمال تونس وغضوة ان شاء الله في سيرات الريحة تكون من القطاع الشمالي سرعتها تكون بين 15 و25 عقدة تتقوى بعد ظهر تكون بين 25 و30 عقدة توصل 45 عقدة في شكل الهبيت مع مرور الصحب الرعدية والبحر يكون شديد الاضطراب برسبة لي خليج تونس ريح تكون من القطاع الشرقي سرعتها تكون بين 15 و 20 عقدة أيضا تتقوى بعض الظهر تكون بين 20 و 30 عقدة وكذلك 45 عقدة توصل في شكل الهبيت أثناء مرور الصحب الرعدية البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب في السواحل الشرقية ريح تكون من القطاع الغربي سرعتها تكون بين 25 و 30 عقدة وتتقوى أيضا أربعين عقدة في شكل هبيت مع مرور الصحب العادية والبحر يكون شديد الأضطراب أعطيكم فكرة عن حالة التقص ودرجات الحرارة القصوى اليوم الغد إن شاء الله في بعض الواسنة عربية والبلدين الأوروبية موكشة 34 درجة دار البيضاء 16 درجة نزول أمطار في الجزائر 13 درجة 22 درجة في ترابلس بالنسبة للخرطوم درجات الحرارة مرتفعة والتقص صافي 33 درجة 23 درجة في القاهرة التقص أيضا صافي 27 مدينة المنورة 31 مكة المكرمة 27 مصقط 26 في كل من أبوظبي والدوحة 23 كويت بغداد 18 درجة 14 في دمشق بيروت 19 القدس الشريف 15 درجة والتقصي كون صافي بالنسبة للإسطنبول 10 درجات نزول أمطار في روما 12 درجة مرسيلي 11 درجتين في باريز 4 درجات في جونيف ودرجة وحيدة في كل من أمستردام وبروكسيل مدريد 10 درجات أعلى في لشبونة في حدود 16 درجة بالنسبة للإنهار السفتة إن شاء الله التقصي يكون بارد ودرجات الحرارة بشتن خفض وتكون بين 12 و17 درجة في حدود 10 درجات في المرتفعات الصحب تكون أحيانا كثيفة في أغلب مناطق البلاد مع نزول أمطار مؤقتة رعدية في الشمال والوسط ومحليا في المناطق السحلية الشرقية ريحة تكون جنوبية شرقية البحر يكون شديد الأضطراب بالنسبة للإنهار لحد إن شاء الله توصل نزول أمطار في مناطق الشمال والسواحل الشرقية بالنسبة للبقية ترجعات الصحب تكون عابرة ريحة تكون من القطاع الغربي البحر شديد الأضطراب وارتفاع الطفيف في درجات الحرارة اللي بشتكون بين 13 و18 درجة وفي المرتفعات في حدود 11 درجة شرق الشمس غضوى إن شاء الله يكون في حدود 27 دقيقة والغروب الخمسة وأربع دقائق نجمو تعرفوا أكثر معلومات إذا اتصلتوا على رقم الموزة صوت 88 40 40 تبعثوا إرساليات قصيرة أو تزوروا موقع الويب تروى www.metu.in أوقات الصلاة اليوم الغد إن شاء الله صلاة الصبح تكون الخمسة وواحد وخمسين دقيقة صلاة الظهر نص نهار وواحد وعشرين دقيقة صلاة العاصر مساعتين وستة واربعين دقيقة وبنسبة لي صلاة المغروب الخمسة وستة دقيقة وصلاة العيشة الستة وسبعة وثلين دقيقة نحن وصلنا لختم نشرتنا لليوم موعدنا كيما العادة وغضو إن شاء الله في نفس التوقيت في أمان الله